تلقى الجزائر واجبت البوليساريو الانفصالية مؤخرا صفعة قوية من مجلس الامن الدولية بعدما رفض كبار اعضائي ادراج اي نقطة تتعلق بالنزاع المفتعلة في الصحراء المغربية ضمن جلساته المقبلة بالرغم من المحاولات التي قادتها جنوب افريقيا سعيا منها لاستغلال الزوبع الاعلامية التي تحدثت عن الحرب لاقناع الاعضاء بتناول القضية وكانت البوليساريو مع الجزائر قد حاولتا ان توهما مجلس الامن الدولية بان منطقة الصحراء المغربية تعرف حربا كبيرة عبر بيانات الجمال الانفصالية المتثالية والتي تحدثت فيها عن معارك وهمية لا حقيقة واقعية لها وهو ما كشفه تواجد وثائل اعلام وطنية ودولية في معبر القرقرات الذي ادعت جماعة الرابوني انها قثفتها ومنطقة المحبث التي قالت انها تحت النار وعلى الرغم من تلقف وثائل الاعلام الجزائرية لهذه الاخبار الكاذبة ونشرها في اعلامها العمومي والخاص ومحاولة اقناع العالم بان المنطقة تشهد حربا شعواء وان استقرار شمال افريقيا بات على المحكة الا ان ذلك لم يكن كافيا لاقناع المجتمع الدولية الذي يتلقى معطياته عما يحصل عبر بعتة المنورسو المتواجدة في الصحراء المغربية القرار الاممي يثبت ويؤكد بان المنطقة تشهد استقرارا بعد التدخل المغربية لتأمين معبر القرقرات الحدودية وترضي عصابة البوليسارو الانفصالية التي كانت قد عرقلت حركة مرور الاشخاص والبضائع لازيد من ثلاثة اثابيع قبل ان ثلوذ بالفرارة عقب مشاهدتها للقوات المسلحة الملكية وهي تتحرك شرق الجدارة واعتفى على المحامي والخبير في ملف الصحراء نوفا البعمري مع القرار الاممي الرافد لادراج القضية ضمن جلسته المقبلة حيث اعتبر بان الصفعة قوية للمندوب الدائم لجنوب افريقيا بالامم المتحدة من طرف الدول الاعضاء التي رفضت مختلف المناورات الهادفة لامتصاص الدعم الاممي الدولي الذي لقيه المغرب بعد العملية الامنية التي قام بها بالقرقرات واوضح البعمري بان فشل جنوب افريقيا يعزز من الحضور المغربية القوية في مجلس الامن الذي يحظى بثقة مختلف الفاعلين الكبارة خاصة الروسيا فرنسا امريكا الصين اسبانيا وهي ثقة تجلت في رفضهم لادراج النزاع الصحراء في جدول الاعمال وفي رسائل الدعم التي تلقاها المغرب من هذه الدول التي باتت اكثر وعينة باهمية مبادرة الحكم الداتية وبطبيعة تهديد الذي تشكل البوليساريو على المنطقة واستقرارها وعقب هذه الصفعة حول الجزائر الى محاولة الزج بالقضية في جلسات الاتحاد الافريقية حيث دعى وزير خارجية الجنرالات صبر بوقدومة يوم الاربعاء الاتحاد القاري الى تحمل مسؤوليات امام التطورات الخطيرة التي يعرف الوضع في الصحراء المتثم بما اسماها محاولة فرض سياسة الامر الواقعة على اراضي عدو مؤسس للاتحاد وقال بوقدوم خلال التدخل عبر تقنية التواصل المرئي عن بعده خلال الدورة الواحدة والعشرين للمجلس التنفيذية للاتحاد الافريقية انه لا يمكن للمنظمة ان تبقى مغيبة عن التطورات الخطيرة للوضع في الصحراء مردفا بالنظر لاخفاق الكامل لالية الترويكة يستوجب على مجلس السلم والامن تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ويتوقع مراقبون بين الدول العضاء في الاتحاد الافريقية فتتحفض على ادراج النقطة ضمن جدول اعمال اجتماعاته المقبلة نظرا لان اغلب عضائه تقف مع المغرب فيما يقع الى جانب انه عددا مهما من الدول المنتمية للمنظمة فتحت تمثليات رسمية لها بالصحراء المغربية اضافة الى اعلان اخرى ثراحة عن تأيديا للتحرك المغربية الاخيرة لثأمين معبر القرقرات ويرى متابعون ان الاتحاد الافريقي يتوجه الى طرد جمهورية البوليثاريو الوهمية من عضويته لا سيما وان الرئيس الحالي لها الجنوب الافريقية سيريرا مافوذا سينهي مهمه في رئاسة المنظمة خلال السنة المقبلة ومن المتوقع ان يخلفوا احد الوجوه المعروفة بتأييدها للمغرب وهي المؤشرات التي جعلت البعد يتوقع نهاية قريبة للجبهة الانفصالية بينما ثرعت بعض وسائل الاعلام الفرنسية دون اي تمييز لنقل معلومات غير موتوقة صادرة عن البوليثاريو فضحت القناة الفرنسية الالمانية ارتي المعروفة بثراماتي الاخلاقية التلاعب الاعلامي الذي يوظف الانفصاليون لتبني نصر لا يوجد ثوى في مخيلتهم ومخيلة دعيمتهم الجزائر هكذا قامت القناة ضمن برنامجي 28 دقيقة الذي يبت مثال اربعاء والذي يخصص فقرة لتبديد المغالطات بالحجة والدليل بضحض الاخبار الكاذبة وغيرها من المعلومات التي تناقلت البوليثاريو وداعموها بخصوص التوترات في الصحراء فضمن مقطع فيديو موجز للغاية بالكاد دقيقة واحدة و 26 ثانية لكن مع محتوى جد بناء تطرقت ارتي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ويوضح في مقدمته انه مصحوب كما هو الحال في جميع النزاعات المشابهة بالتدليس والمعلومات الكاذبة واكدت القناة انه ينبغي التحلي باليقضاء ذا المعلومات التي تتناثل بكثرة فقد تطرقت ارتي لتوترات في الصحراء هذه المنطقة الواقعة في جنوب المغرب والتي لطالما كانت موضوع مواجهة محتدمة بين البوليثاريو والمملكة المغربية المتشبثة بوحدة اراضيها واشرت ارتي الى انه ردا على تدخل المغرب في الثالث عشر نوانبر المنصرمة قصد استعادة حركة المرور بين الجرگرات والحدود الموريثانية ثعت البوليثاريو الى ابراز قوة معارضة العسكرية للرباط حتى ولو كان ذلك يعني استعارة الثور لا تمت بثلال الاحداث الجارية بالمنطقة حيث قامت القناة بتفكيك مختلف المعلومات التدليسية التي تناقلتها الجبل الانفصالية واحدة بوحدة وفسرت ارتي كيف ان جهاز دعاية البوليثاريو بمساعدة الجزائر يشن حربا اعلامية حقيقية ضد المغرب لا سيما من خلال الحديث عن وهم القصف المكثفة بناء على ثور ثراعات قديمة في افغانستان والعراق وأماكن اخرى واكدت ارتي ان جميع هذه الثور التي تظهر اطلاق الثواريخ تأتي في الواقع من اتصالات الجيش الجزائرية وقالت القناة الفرنسية الالمانية التي امضت لتام عن مقطع فيديو اخر نشر حساب اخر موالي للبوليثاري يظهر اطلاق الثواريخ استهدفت المغربة ان احدها يعود الى ابريل 2019 والاخر لشهر يناير وماية 2020 لكن هذه الطلاقات ليست باي حالة من الاحوال حديثة او استهدفت الجيش المغربية واكدت ارتي انه في الواقع نجد هذا الفيديو على اليوتيوب في ماي 2018 وفبراير 2019 لكن اصله لا يزال مجهولا قبل ان تخلص الى ان النزاعات المثلحة تدور رحاها ايضا على شبكات التواصل الاجتماعي وصل الارتباك بالسلطات الجزائرية الى الدرجة التي باتت تقحم فيها اسم المغرب داخل كل القضايا التي تواجه في العالم ذلك ان العديد من المتابعين للوضع في الجزائر ضلوا يتساءلون باستغراب كبير عن العلاقة بين اللائحة الطويلة لتدهور حقوق الانسان داخلها والتي وجهها البرلمان الاوروبي للجزائر وبين مسألة اقحام المغرب في هذا الموضوع الثنائي بين البرلمان الاوروبية والسلطات الجزائرية ففي حوار لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بالحيمر مع وكالة الانباء الرسمية الجزائرية لم يستطع المسؤول الجزائرية نفي اللائحة الطويلة من الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان بالبلاد فما كان منه الى الهروب الى الامامة واتهام المغرب لدرجة يبدو معها ان الوزير بات يعتقد ان البرلمان الاوروبي الذي اصدر التوصي المتضمن للائحة تدهور حقوق الانسان في الجزائر وكأنه البرلمان المغربية الوزير الجزائري بات يتصور امامه ازيد من اربعة وستين برلمانيين اوروبيا اجمع على ان وضعية حقوق الانسان متدهورة في الجزائر وكأنهما اربعة وستين برلمانيا مغربيا ويدل هذا الخلط حسب العارفين بالشأن الجزائرية على ان حكام الجزائر يعيشون في تيه وشرود لدرجة باتوا يتصورون معها المغرب حاضرا معهم في كل شيء فاذا ارتفعت امواج البحر الابيض المتوثقة في ثواحل الجزائر سيخرج وزير الاتصال ناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر متهما المغرب بانه حرد امواج البحر الابيض المتوثقة حسب تعليق لاحدهما قال وزير والشؤون الخارجية وتعون الافريقي ناصر بوريطا في تصريح للصحافة عقب لقاء عن بعد مع وزير الفلاحة الروسية ديمتري باتروشيف بصفتهما رئيسين مشاركين للجنة المشاركة ان الهدف اليوم يتمثل في العمل على استكمال الاطار القانوني واستكشاف القطاعات التي يمكن ان يتعاون فيها المغرب وروسيا وبعد ان تطرق الى الزيارتين التي قام بهما الملك محمد الثري السنتين 2012 و2016 الى موسكو سجل بوريطا ان العلاقة بين البلدين تطورت كثيرا موشرا الى ان المغرب يعد اليوم الشريك الاقتصادي الثاني لروسيا عربيا وفي هذا الصدد اوضح الوزير انه على مستوى القطاعات التقليدية لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد على مستوى قطاع الفلاحة للرفع من الصادرات لا سيما من خلال الممر الاخضر القائمة والذي يسهل ولوج المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الروسية واضف ان هناك ايضا رغبة لتطوير الاستثمار الروسي الذي لا يزال ضعيفا بالمغرب موشرا الى ان الامر يتعلق ايضا بتطوير مجالي البحث العلمي والتكوين وثجل بوريطا بمناسبة هذه المباحثات التي تأتي تحضيرا لانعقاد اللجنة المشاركة المغربية الروسية التي تم تأجيلها جراء الظرفية الحالية التي تتثم بتفشي كوفيت 13 انه علاوة على ذلك بدأت روسيا تعمل على القرى الافريقية حيث يتمتع المغرب بحضور تاريخية موضحا في هذا الصدد ان الامر يتعلق بمعرفة كيف يمكننا المثهمة كشركاء اقتصاديين في تنمية القارة الافريقية وبحث بالوزير فان هذه هي المواضيع التي ستنكب على مناقشة مجموعات العمل الخمسة الحاضرة يوم الاربعاء في هذا الاجتماع وذلك حتى انعقاد اللجنة المشاركة المتوقع عقد ومنتصف الثنة المقبلة كما اتفق الطرفان على ان التنظيم الشامل لهذه اللجنة سيتم بالتوازم عن عقاد منتدى الاستثمار الذي سيهدف لتعزيز الاستثمار الروسي بالمغرب وخلص بريطا الى القول ستكون ايضا فرصة لتوقع الاتفاقيات الجاهزة وتجاوز كافة العوامل التي تبطئ تطوير التجارة بين البلدين جدير بالذكر ان هذا الاجتماع الذي يشكل فرصة لمناقشة مدى تقدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفاقها ينعقد في طار تنويع الشراكات التي دعا اليها جلالة الملك وكذا في طار تطلعات جلالته ايضا الشراكة الاستراتيجية المغربية الروسية وانعقد هذا الاجتماع التحضيري بحضور رؤساء مجموعات العمل الخمسة التي تم تشكيلها في طار الشراكة بين الطرفين ويتعلق الامر بوزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والإدارة العامة للجمارك والدرائب الغير المباشرة